انتوا عارفين ويمكن انا قلت الكلام ده يجا عشرات المرات حياة كريمة دي بالنسبة لي حلم الاحلام انجاز الانجازات ناس اللي زي حالتنا بتوعوا اليسار وحشين دول لتلات ربع الناس مالهاش فيهم ويعود يقولك انتوا حنجوريين لا دا انتوا عايزين تفقروا الخال اطلاقا احنا كل حياتنا او افكارنا متمحورة حول الغلابة حلوة كده طيب فلما نصحى بعد سنين طويلة نلاقي جالنا رئيس جمهورية شغله الشاغل ورأس اولوياته الغلابة نبقى طيارين في السماء لما ييجي رئيس الجمهورية بتاعنا ويقولها نعمل حاجة اسمها حياة كريمة دي هتغير كل حاجة بكل تفاصيلها لـ 58 مليون بني آدم في رفنة المصري يبقى انا عايز ايه تاني ده انا ممكن نبقى رأس مالي بارتاح بعد كده انا كده في التمان جزء مهم بل هو ركيزة اساسية في بلدنا هي صحة الناس في كده ما قلتلكو لو انه رئيس الجمهورية ما عملش حاجة خلص في مصر غير فيروس سيه يبقى ميت فل انجاز يفضل عايش لعشرات بالمئات السنين الرجل الذي انقذ اكباد المصريين احنا النهاردة هنتكلم على القطاع الطبي في المؤسسة دي في حياة كريمة دكتور نادا الدومياطي ما شاء الله اولا انا لازم ارلكو يعني التعريف بالنظارة لان انا مش زي ما انتم عارفين طيب استشاري ومدرس امراض الجهاز الهضمي والكبد والحميات والمناظير بكلية الطب ومستشفيات جامعة حلوان واستشاري زراعة الكبد بالمركز الطبي العالمي ورئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة والزميل الزائر بمستشفى بول بروس بجامعة باريس سكيلي فرنسا صحي كده؟ باريس سكيلي فرنسي سلام عليكم دكتور نادا بن ورام ده نورا كيفان دم ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام اولا ب يعني كده انا مش محتاجة نقرأ السيفي بالتايتل اللي يشرف ده قعد افكر معاكي اولا بصوت عالي كل ده يكسب دهب يا فندم وتقرري انك تقوم بعمل هو فيه مجمله وتفاصيله وهو التطوع بحد ذاته صحي ليه؟ ايمان بالفكرة ايمان بفكرة ايمان برئيس الدانا الامل جيه في وقت كان صعب كانت البلد بالضياء لقينا حد صادق بيفتح فرص بيسمعنا فكرة حياة كريمة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة حضارك دي كانت فكرة طالعة من مؤتمرات الشباب ويمكن حياة بتحضر معنا دايما وعارف مجرد مبادرة افكار احلام بنقولها الرئيس يقرر ان هو ياخدها يعملها مبادرة ومشروع قومي لمصر يعني ده اهتمام كبير قوي ده بمجرد حلم من عندنا فتحس بالمصدقية تحس بانه لقى الدولة واقفة وراء احلامنا يبقى تستاهل التجربة ان انا اقف معاها تستاهل التجربة ان انا خلصت الدكتورة بتاعتي في فرنسا ورجعت وبيبقى عندنا فرص كتير ان احنا نرجع نكمل في بلاد اخرى او نكمل برة لكن لما ارجع بعد كل المجهود اللي انا عملته ده عشان استغل كل العلم ده واحطه بقى في مبادرة متوفى لها كل الفرص والامكانيات بتاعت الدولة دي لأ تجربة تستحق ان انا يعني ابز المجهود وقادي طاقة وثقة واهتمام ومشانا بس زي كتير جدا جدا في ناس كتير فعلا كاتتفكر انا راجل او انا سيدة خلصت الدكتورات بتاعتي في جامعة كبيرة راقية في فرنسا طب ما انا اكمل ادرس هناك اشتغل اشوف فرصة عمل في مكان اخر يجيب لي فلوس كتير جدا اوي خالص بس دكتور نادا خدت قرار ترجع بالضبط وعندي ايمان وعندي حلم ويعني وشايفة ان بلدي بتساعدنا ان احنا نكبر الحلم ده ظروف صعبة صعبة على كل احنا كلنا سافرنا برا وعشنا وشوفنا في بلاد مختلفة الاحلام اللي هي كنا بنسمحها على ارض الواقع ما بتبقاش دايما يعني حقيقية فلما تيجي تعمل comparison او مقارنة منطقية لازم تعرف ان البلد حقيقي حقيقي احنا دراتي بنتغير فلازم تتغير بالناس بقى اللي هي اتعلمت وبقى عندها تطلعات وافاق اوسع لازم استغل كل الحاجات دي وقدي فرصة البلدي ان انا اكبرها زي ما هي كبرتنا برضو صح اشتركوا في القناة